وانت على فكرة أصبحت أب لا أدري لماذا في مجتمعاتنا التوصيف الوظيفي لوظيفة ماما معروف ومحدد وتقريبا جميعنا نتفق عليه وقد يتكون من 15 أو 20 صفحة فولوسكاب لكن عندما يتعلق الأمر بوظيفة بابا سنجد التوصيف الوظيفي مجرد ورقة في حجم كارت التهنئة الذي كنا نشتريه من المكتبة لنكتب لزملائنا في المدرسة تهنئة بعيد ميلادهم وتؤكد الكاتبة ماندي هارت في كتابها الأبوة والأمومة الشجاعة تشكيل حياة وترك إرث أن الكثيرين من الآباء يصدقون الدعاء أن دور الأب ثانوي مقارنة بدور الأم رغم أن الأطفال يحتاجون للأب ويريدون وجوده القوي في حياتهم وأن دور الأب دور حاسم وجوهري في نجاحهم في الحياة للأسف لا أستطيع أن أجزم بالدور الذي لعبه أبي في حياتي أنا وأخواي ونحن صغار لأنه ببساطة كان في عمله ومع أصدقائه معظم الوقت وكان يغادر المنزل صباحا في الثامنة ويعود نحو الخامسة أو السادسة مساء ثم يغادر المنزل مرة أخرى في الثامنة والنصف ولا يعود ليلا إلا في الساعة الواحدة أو الثانية صباحا ولم يكن أبي متواجدا في أي حفلة من حفلات المدرسة ولم يأخذني أبدا إلى الطبيب حتى حينما كسرت ساق أخي تولت أمي حمله ورجله بالجبس وركوب التاكسي والذهاب لطبيب العظام بينما أبي في جلسة دينية مع أصدقائه ولم نصلي خلفه جماعة إلا مرات معدودة ولم يسمع الحكاياتنا عن المدرسة وكيف أن هذا الولد يضايق أخي أو تعاستي لعدم فوزي في مثابقة إلقاء الشعر بينما اضطررنا نحن لسماع كل مغامراته في عمله وخلافاته مع زملائه ومديري لكنني أؤكد أنه لم يكن أبا سيئا فقط لم يكن متواجدا كان سخيا ولم يبخل أو يقطر علينا وأدخلنا أحسن المدارس المتاحة وفقا لميزانية الأسرة وذهبنا إلى المصيف في كل صيف وكان يأخذنا عند جدي لأمي كل خميس لينام هو من التعب بينما نلعب نحن ونلهو مع جدي وجدتي وخالاتي وأخوالي وأمي وكانت علاقتي بوالدي عاصفة تتخللها بعد فترات الهدوء وفي اللحظات العاصفة تعلمت منه الكثير وفي فترات الهدوء تعلمت منه الكثير أيضا وكل القصص والحكايات التي سمعتها منه ترسخت في ذهني وكان فقط علي أن أعمل قدراتي الاستنباطية وأستخرج الدروس والعبر وأسقطها على حياتي تلك الدروس طبقتها فيما بعد بعد أن أضمن العبرة والنصيحة داخل أقصوصة شخصية أقصها على ابني عندما يحتاج للنصيحة ويمنعه كبرياء أو خجله من طلبها بعد زواجي انفتحت على نوعية مختلفة من الأبوة لا أقصد زوجي بل حماية كان حماية أبا لتسعة من الأبناء والبنات وكان موظفا ذا دخل محدود لكنه كان متواجدا كل يوم في حياة أبنائه وبناته وفي حياتي أنا أيضا منذ أن تزوجت ابنه وكان دائما ما يشرح لي الفرق بين شخصيات أبنائه وبناته المتباينة ماذا يفضل هذا الابن؟ وما الذي تحبه تلك الابن؟ ولماذا لم يتبع هذا الأسلوب مع هذا الابن؟ بينما اتبعه مع ابن آخر وبعد زواجي سرعان ما كونت صداقة رائعة معه وتحدثنا وناقشنا أمورا عديدة فكم ناقشنا الإدارة والجودة والمراجعة المحاسبية والإدارية وكم تبادلنا القصص الشخصية وما مررنا به في حياتينا وأذكر يوما أنه أخبرني بموقف صعب مر به وعلمت بعد سنوات أنه لم يخبر أحدا من أولاده بما حدث له حتى لا يعكر صفو علاقتهم بأقرباء لهم وتعلمت منه كيف أكون موجودة في حياة ولدايا دون أن يشعر أنني قد أقحمت نفسي في خصوصياتهما للأم والأب دوران متباينان نعم الأم دورها أساسي في صحة الطفل الجسدية والنفسية والذي يتمحور حول حماية هذا الوليد خاصة في الشهور الأولى من عمره ولكن الأب له دوره العظيم في تشكيل شخصية الطفل وتفاعل الطفل ذكرا أم أنثى مع الأب يشجع نموه ويعرضه لنوع مختلف من الاهتمام واللعب ويحسه على استخدام نوعية مختلفة من المهارات والقدرات لا أظن أبدا أننا خلقنا لنعتمد على الأم فقط في نمونا وتعزيز ثقتنا بأنفسنا فقط عندما يكون الأب متوفى تنجح الأم في تربية أطفالا أسوياء لكن عندما يكون الأب على قيد الحياة لكنه غير متواجد لدواعي السفر أو بسبب الطلاق بين الأب والأم أو ببساطة لأنه لم يجعل للوقت الذي يقضيه مع أبنائه الأولوية والأهمية يكبر الطفل وبداخل قلبه هذا الخواء الذي ربما لزمه طول حياته الدور الرئيسي للتربية هو تنشئة أطفال يمتلكون القدرة على أن يكبروا ويصبحوا أناسا مستقلين قادرين على اتخاذ القرارات التي تستقيم بها حياتهم وحياة منهم في مسؤوليتهم وهذا لا يتأتى إلا بالأم والأب معا منذ أول يوم في زواجنا خططنا أنا وزوجي لحياتنا وتقاسمنا الأدوار وعملنا جاهدين على أن نكون في حياة أولادنا كل يوم من أيام العمر وكما أعطينا التأديب أهميته أعطينا اللعب أهميته أيضا وقد كنت ألاحظ اختلاف أسلوب لعب زوجي مع ولدينا عن أسلوبي في اللعب معهما وكنت دائما ما أشبههم بأشبال الأسد وهم يلعبون ألعاب المصارعة والشألبة مع ملك الغابة وهذا اللعب الخشن هو ما أتاح للولدين اختبار أحاسيس مختلفة والتفكير في سيناريوهات واقعية متعددة وهذا أفادهما كثيرا في مراحل لاحقة حيث كون مع والدهما رابطة وعلاقة قوية شجعتهما كثيرا على البوح بأسرارهما وطلب النصح والإرشاد من والدهما في الأمور التي لم يستطيع مسارحتي بها وتوطيد علاقة الأب بابنه تبدأ منذ أن يكون الطفل رضيعا ولقد عايشت شخصا كان يرى أن دوره كأب يقتصر على التمويل والإنفاق أما أن يحمل طفله الباكي فكان يعتبره شغل ستات مش للرجال وهذا التوجه جعل هناك خوة كبيرة بينه وبين ابنه الوحيد وحول العلاقة بينهما إلى علاقة تنافس غير محمود وشعر الأب بخيبة الأمل بالنسبة لاختيارات الإبن وشعر الإبن بتقلص دور أبيه خاصة عندما قرر أن يستقل بحياته بعد التخرج من الجامعة واكتفائه الذاتي وتنامي قدراته المال المادية ومرت الأيام والسنون لتزداد الهو بينهما ويختفي الإبن تماما من حياة الأب وحين قابلت الإبن مرة وسألت عن موقفه من أبيه قال لي عمري ما حسيت أن أبويا كان دايما بيحسسني أنه بس بيصرف علي مغصوب لا أدري السبب وراء قدرة الكثير من الآباء على التواصل مع بناتهم خاصة عندما يكن في مرحلة الطفولة ويعجزون عن بناء رابطة قوية مع أبنائهم الذكور وكأن الآباء في مجتمعاتنا قد حملوا موروثا عقيما توارثناه لقرون وقرون حين كان الأبناء الذكور قوة اقتصادية للأسرة عليهم أن ينشفوا ويسترجلوا ويشتغلوا وهكذا حرموا من طفولتهم وأنكر عليهم آباءهم مشاعرهم ولا أدري متى نتخلص من هذه الموروثات ويتعلم الآباء أن التقرب من أبنائهم ليس ضعفا وأن الحوار ليس مضيعة للوقت وأن الوقت الذي يقضونه مع أبنائهم يعد استثمارا مستقبليا يفيد الإبن حين يشب والأب حين يشيب أخبرني حماية يوما أنه كان يرى دوره الرئيسي في حياة أبنائه هو الدعم والتشجيع وحكى لي عندما بدأ ابن من أبنائه مطعما مع عدد من زملائه وعانوا كثيرا في إدارة المطعم خاصة أنهم كانوا في مقتبل العمر وينقصهم الخبرة والمعرفة والمهارة حتى أن ابنه ذهب يوما لشراء طعام من مطعم آخر ليقدمه لزبون دخل مطعمهم وحينما سألت كيف تعاملت معه ومع مشروعه الخاسر قال لي أنه اكتفى بتشجيعه ونصحه أن يوقف النزيف والخسائر وأسهب حينها وقال لي أنه لم يحاول أبدا أن يعزل أبنائه عن تحديات الحياة ولم يجبرهم يوما على القيام بعمل لا يريدون عمله وهكذا ازدهر كل منهم في المجال الذي اختاره لنفسه وتحول بعضهم من الفشل للنجاح وكان له تشبيها رائعا أن مصاعب الحياة مع تشجيع الأبناء تبني لهم عمودا فقريا صلبا لكنني أيضا عايشت آباء تسبب في حياة كارثية عاشها أبنائهم بالتجاهل مرة والتشاؤم مرة والإزلال مرة والإتلاف مرة والتخلي عن دورهم كآباء مرات وفي تلك الأسر التي تهرع الأم لحمل مسئولية التربية وحدها بينما يبتعد الأب عن دائرة الضوء مختفيا وراء ظروف عمله أو حياة خاصة يعيشها خارج المنزل أو بسبب الطلاق أو السفر يقبر الأطفال في أسرة عرجاء ولا أعني هنا الأسر التي فقدت الأب واضطرت الأم لحمل المسئولية وحدها ولكن الحالات التي يكون فيها الأب على قيد الحياة لكنه يلعب دورا هامشيا في تربية أبنائه وإعدادهم لما يمكن أن يواجهونه في المستقبل ومن احتكاكي بالكثير من الشباب والشابات في محيط العمل دائما ما لاحظت أن أكثرهم نجاحا وقدرة على مواجهة التحديات وحل المشاكل وإدارة حياة متزنة دائما ما لعب آباؤهم دورا فعالا في تربيتهم إن أغلى وأثمن ما يمكن أن تقدمه لأولادك هو الوقت الذي تقضيه معهم فالوقت هو المورد الوحيد الذي لا نستطيع مضاعفته أو استرداده إن ضاع والوقت هو الحياة فعندما تقضي وقتا مع أولادك إنما تقضي حياة جزءا من حياتهم ويمكنك أن تتشدق كيفما تريد أن أطفالك هم أغلى وأهم شيء بالنسبة لك لكن إن لم تترجم هذه الكلمات لأفعال فإنها ستظل كلمات في الهوى وقضاء الوقت مع أطفالك إنما هو استثمار مباشر في مستقبلهم خليك أب بلزيز في حديث مع أحد زملاء العمل قال لي أن أحد أبنائه قال له يوما أنت عارف يا باب أوحش يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة لأنك بتكون في البيت صدمت من كلام ابن زميلي وحزنت جدا فسألته ماذا تفعل معهم في يوم عطلتك كيف تقضي الوقت معهم فكانت إجابته أنه ينتظر يوم الأجازة بفارغ الصبر لينام لذلك عندما يبدأ الأطفال في الصخب والشجار فيما بينهم يلجأ هو للزعي وأحيانا للضرب فأجبت ببساطة هل علمت السبب؟ هل عرفت لماذا يكره أولادك وجودك في حياتهم؟ فلا ترث الريح بتدميرك لمنزلك كما يقولون يجب أن تكون أبا حبوبا وزوجا لذيذا لا أقول لك أن لا ترتاح أو تنام لكن اعلم أنك لن تستطيع الراحة أو تعويد النوم بأثر رجعي فمفهوم النوم طوال النهار يوم العطلة لتعويد تعب الأسبوع مفهوم خاطئ فساعات النوم تحسب يوميا وليس أسبوعيا أو شهريا فالنوم لثمانية ساعات في اليوم لمدة أسبوع كامل لا يعادل النوم أربع ساعات كل يوم وستاشر ساعة يوم العطلة امرح مع أولادك ولا تكن السبب في اقتران فكرة الخوف والكآبة مع وجودك في البيت امدحهم والعب معهم وكن زوجا وأبا عطوفا حنان الأب لن يقلل من قدرك أو من هيبتك كرب أسرة استيقظ صباحا وابتسم وتحضر ليوم جميل تصنعه في ذاكرة أولادك أشعرهم بوجودك لكن ليس بالصوت العالي والأذى الجسدي حافظ على جمال شكلك وهندامك لن يقلل هذا من سلطتك الأبوية أو من هيبتك كزوج ضع هدفا لك ولأسرتك بأن يكون يوم العطلة يوما جميلا سعيدا يوم العطلة فرصة رائعة لتتناول معهم أطراف الحديث وأن تستمتع لمشاكلهم فأطفالنا يتعلمون من التواصل والحكم على الأمور فلا تلعب معهم دور القاضي بل علمهم كيف يستطيعون حل خلافاتهم سويا استمع لأسبابهم عندما يتشاجرون ولكن علمهم ثقافة الاعتزار ولا تقلل من شأن تأثير تواجدك بين أطفالك على نفسيتك المعتلة فكما قال الكاتب فيودور دوسيوفيسكي تشفى الروح بصحبة الأطفال فقط افتح قلبك افتح قلبك لضحكات أطفالك واغسل همومه واغسل همومك لاحظت كيف يتعامل زوجي عندما يتشاجر ابنانا يستمع من كليهما ولا ينحاز لأحدهما وبعد أن يستمع لي كليهما يأمرهما بالاعتذار لبعضهما البعض بغض النظر عن من هو المخطئ ويأمرهم بالجلوس معا ومناقشة الأمر وفي كل مرة يجلسان معا لحل مشاكلهم ويعتذران لبعضهما البعض ينتهي الأمر والحياة تستمر فلنعلم جميعا آباء وأمهات أننا نحن من يشكل علاقات أبنائنا في المستقبل مع بعضهم البعض ومع الآخرين هل ستشكو من زوجتك النجدية التي تعشق الخناقة وتحب المشاكل لماذا لا تفكر أنه ربما يكون هذا عكاس لما عليه أنت شخصيا أعلم أنه ليس من السهل عليك كرجل شرقي أن تعترف بهذا وأنك ربما لن تجرؤ على أن تقر بذلك حتى وإن أقررته في سريرتك اسأل نفسك هل لو أن هناك شخص غيري يفعل ما أفعل ويقول ما أقول هل كنت سأطيق العيش معه هل لو داق أبي بسلوكي ولعبي وأنا طفل هل كنت سأحب تواجده في المنزل أم سأتمنى لو ظل خارج المنزل طوال الوقت قيم سلوكك مع أبنائك وزوجتك يوم العطلة وفي غير أيام العطلة وأظهر مدى ترحابك أو سعادتك بهم وبلعبهم فكر أيضا هل أنت سبب في سعادة زوجتك أم سبب في شقائها ومعاناتها هل أنت زوجا لطيفا تقدر دورها في حياتك وتعبر لها عن هذا الحب والتقدير والامتنان هل تشاركها بعض الأعمال المنزلية دون أن تسبب لها الفوضى فتتحمل عناء الترتيب من بعدك أذكر مرات عديدة دخل أبي المطبخ بعد أن قرر طبخ أكلة ما وصدمت أمي بالفوضى التي خلفها في المطبخ خلفه وأذكر أيضا في بداية زواجي كيف دخل زوجي الحمام ليحلق ذقنه وترك الشعر في كل أنحاء الحمام وأنني بكيت يومها وأنا أعيد تنظيف الحمام الذي قضيت فيه ساعات أذكر يومها أنه قال لي دموعك غلي علي جدا ونآسف أني تعبتك كده ومنذ ذلك اليوم وزوجي ينظف المكان بعد الحلاقة أو بعد طه أي طعام بل دائما ما يحث ولدينا على فعل ذلك وتنظيف أي فوضى يسببونها في البيت اسأل نفسك كم مرة كنت أتجاذب مع زوجتي أطراف الحديث وعلى وجه ابتسامة لطيفة هل تشاركها أحاديثها وتستمع لأفكارها وقصصها حتى وإن كانت هذه الأحاديث من وجهة نظرك مجرد أحاديث تافهة في الحقيقة لا توجد أحاديث تافهة مهما كانت فهذه الأحاديث هي الحياة فلا يجب أن تكون كل أحاديثنا حوارات عميقة استمع لها باهتمام لأن كل منا غالبا لا يرى إلا عيوب غيره فقط فالحوار يخلق للحياة روحا كل نصائح سابقة ربما تراها حبر على ورق لكنني أدعوك أن تجرب قبل أن تحكم نفذها على أرض الواقع ثم قرر جميعنا نعمل حتى السيدات التي لا يعملن في وظيفة خارج المنزل يعمل وكلنا نواجه الكثير من المشاكل التي تتولد مع ضغط العمل وتؤرق علينا حياتنا لكن غضبك وانفجارك في أولادك وبس الطاقة السلبية في البيت لن يحل كل تلك المشاكل كن أبا مرحا فلا شيء في هذه الحياة يعد لابتسامة أطفالك وضحكاتهم من القلب شاركهم أحاديثهم ولاعبهم اضحك حتى وإن اضطررت لتصنع الضحك في أول الأمر ومع ضغوط الحياة وتواجدك لفترات طويلة خارج المنزل فإن وجودك معهم في يوم الإجازة أو في أوقات الفراغ بعد العمل أوقات بالنسبة لهم نادرة فاصنع من لقائك معهم ذكريات مضيئة خذ قرارك اليوم بأن تصحوا من النوم وأنت مبتسم وأن تحسن علاقتك مع أولادك وزوجتك وترقب تغير سلوكهم فالابتسام لن يخلق إلا السعادة ومع الوقت ستمحو هذه السعادة كل الطاقة السلبية بداخلك وبداخل نفوس زوجتك وأطفالك وستتخلص من كل ما يؤرقك ولو للحظات بمجرد ابتسامة أن تصانعها هناك الكثير من الرجال معروف عنهم روح الفكاهة والدعابة بين زملائهم في العمل بينما كل أهل بيته يعانون من جمود وجهه وعبوسه ويترقبون الساعة التي سيعود فيها من العمل بحزن وضيق لأنه يمثل لهم العبوس والصوت العالي والضرب فإن كنت من هذه النوعية غير سلوكك واستبر عليه وكأنك ستجري تجربة وعيش معهم طفولتهم ومهما كانت ذكرياتك عن طفولتك اصنع أنت ذكرياتهم واجعلها أجمل من ذكرياتك جرب أن تصبح سفير السعادة لأسرتك أنت إنسان أولا زوجة أو زوج ثانيا أم أو أب ثالثا الأمومة والأبوة كلاهما عناء سحق للروح ومعاناة يومية ونخجل في بعض الأحيان أن نعترف بها لأنها تعكس إحساسنا بالفشل وربما تفتح الباب على مسرعيه لانتقادات الآخرين اللاذعة وربما نعترف لبعض الأصدقاء بالانزعاج المستمر الذي نشعر به ناهيك عن التعب والإجهاد الدائمين لكننا في نهاية المطاف نعجز عن التعامل مع كل الضغوط جملة وتفصيلا ربما يفضفض الأب بكلمتين في معرض الحوار مع أصدقائه أو زملائه في العمل لكن بعد لحظات الفضفضة تلك عادة ما نشعر بالخجل لمجرد تفكيرنا أن الأمومة أو الأبوة عبء نشتكي منه للآخرين أرسلت لي متابعة لقناتي على اليوتيوب رسالة تعترف فيها أنها أحيانا تشعر برغبة عارمة في الهرب من البيت ومن طفليها الذين لا يكفان عن الصراخ وكما قالت فهي تشعر بالخجل والذنب وهذه المشاعر لا تعني أننا لا نحب أطفالنا ولكننا لا نحب أعباء المسؤولية والتي لا أعتقد أن أحدا يحب أن يكون كاتور في سأيا 24 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع تربية الأبناء بالنسبة لي سلسلة من التجارب المستمرة التي تحتمل النجاح أو الفشل فيوما أشعر بالسعادة وأنا أمرح مع طفلي اللطيف الكيوت وفي اليوم التالي أبكي خوفا وقلقا عليه وهو يعاني الحمى والطبيب يخبرني أن طبلة أذنه ملتهبة وكان ممكن تتخرم وهذه التجارب ليس تجارب الأم وحدها لكن الأب متورط في حرب العصابات تلك وأرسل لأحد متابعية على قناة اليوتيوب كيف أنه حزين ولا يشعر بالسعادة في وجود أولاده وفي نفس الوقت يشعر بالذنب لهذه الأحاسيس التي يشعر بها وفي رسالته أسهب في سرد العديد من الردود التي تلقاها ممن حوله احمد ربنا الأولاد نعمة ما تتبطرش على النعمة نعم هذا صحيح أولادنا أكبر نعمة أنعمها الله علينا وإن لم يكن قد أخبرني بما قاله له الآخرون لربما كنت قد تسرعت وقلت له نفس الكلام لكنني بعد تفكير تذكرت أنه كانت تعتريني أحاسيس مشابهة ولأنني مؤمنة أن أية أحاسيس سلبية نشعر بها قد خلقها الله لتدلنا على شيء سيء في حياتنا فأحاسيس مثل الخوف أو الملل أو الغيرة مثلا والتي نصنفها على أنها أحاسيس سلبية تشبه الرائحة العفنة الموجودة في مكان ما فتدلنا على وجود شيء متحلل وإن لم توجد مثل هذه الرائحة الكريهة ربما لم نكن لنتنبه لما قد يكون في المكان مما قد يؤذي صحتنا فدائما ما أنتهزها فرصة عندما أشعر بأي إحساس سلبي أن أقيم حياتي أو أقيم الموقف لأتعرف على ما يضايقني وأجد له حلا أذكر من حوالي عشرين سنة أنه كان هناك صديق لأسرتي الصغيرة في زيارتنا وكان يكبرني أنا وزوجي بأعوام كثيرة وكان يعاملنا أنا وزوجي كأبنائه ويومها أخبرنا عن مقولة يقال أنها من التوراة وألقيت محبتك في قلب أبويك توقفت قليلا أمام هذه المقولة وتذكرت شرح صديقنا لمفهوم محبة الأب لأولاده كيف تصل لحد الغريزة وتساءلت لماذا لم تتضمن المقولة أي إحساس آخر سوى الحب وهداني عقلي إلى أن الحب حالة دائمة وغير مشروطة فالحب الحقيقي ليس له سبب وليس له شروط وعندما يسأل المحبوب حبيبه لماذا تحبني ويكون عند الحبيب إجابة فهذا ليس حبا وحبنا لأبنائنا شيء غريزي غير مشروط هذا إن كنا أناسا أسوياء بدون مشاكل نفسية نحبهم مهما كانوا متعبين إن كان الحب حالة دائمة فالسعادة حالة مؤقتة وإن كان الحب غير مشروط فالسعادة مشروطة وكما يقولون لحظات السعادة قليلة وهي فعلا لحظات لأن السعادة لا تصلح أن تكون شعورا دائما فطوال الوقت تتبدل مشاعرنا حسب ما يقتضيه الموقف فلربما نبدأ يومنا بالسعادة ثم يحدث موقف ما فتتبدل مشاعرنا وأتذكر مرات عديدة أنا وولدايا كنا نشن حرب الزغزغة ونضحك لدقائق ونمرح سويا ونقيم من سيحتمل الزغزغة ونظل نله لخمس أو عشر دقائق قبل أن يتبدل الحال ولأن لحظات السعادة محدودة علينا أن نغتنمها نغتنمها خاصة وسط خضم المسئوليات والمصاريف والأعباء من الطبيعية أن نشعر في بعض الأحيان أن أطفالنا بمثابة قيود فعند المقارنة بين أوضاعنا المادية والحياتية قبل وبعد وجود الأطفال يمكن أن نشعر بشعور الحبيث الذي لا يجد مفرا من حبسه فنحن نتحمل الأعباء وحتى القيود لأننا نحبهم وليس لأننا سعداء ونحبهم طوال الوقت نعم سعداء طوال الوقت لا نقدر النعمة نعم نشعر بالضيق أحيانا نعم حبنا لهم لا يمنع تماما ألا نشعر بالتعب تحت وطأة تحمل المسئولية لا تشعر بالخزي لأنك تعبت من الأعباء والأحمال على كتفيك وأقر بوجود مشاعرك السلبية لأنها تدلك على ما يجب إصلاح في حياتك وتحدث إلى شريك حياتك وناقش سويا ما الذي يقلص فرحتنا ربما يكون البيت صاخبا والأب متعبا من عناء العمل والتلوث الضوضاء يؤرق راحته مثلما تضايقنا كلكسات السائقين ونحن في انتظار أن تتغير الإشارة الحمراء للأخضر وفي وقت من الأوقات لاحظت هذا الصخب والضقيق في البيت وجربت تشغيل موسيقى هادئة أو قرآن بصوت خافت بل وفكرت فيما أسميته فترات الوشوشة وفي فترات الوشوشة تلك لا نتكلم إلا همسا وبدأتها كلعبة مع ولدايا حتى تعلمنا نحن الأربعة أن نتحكم في علو أو حدة أصواتنا وأحيانا تزعجنا طاقة أولادنا التي لا تنتهي وتدفعهم للصخب والصراخ المزعج أو كسر الأشياء أو إتلافها وعلينا أن نقيم ماذا يأكلون وماذا يفعلون من أنشطة خلال اليوم وأحيانا أخرى تكون العلاقة السيئة بين الزوجين هي السبب الحقيقي وراء المشاعر السلبية التي يشعر بها أحدهما أو كلاهما وربما يتوق هذا الزوج المتعب لجلسة لطيفة مع زوجته بدون دوشة عيال وفي نفس الوقت الزوجة المتعبة من أعباء اليوم آخر ما يخطر على بالها تلك الجلسة اللطيفة أو ربما كان الزوج يشعر بالضيق من عامل خارجي لكنه لا يجد الدعم من الزوجة أو العكس وهناك أسباب متعددة والأساس هنا هو النقاش والمصارحة دائما ما أكرر لنفسي ولمن يسألني النصيحة أنت زوج قبل أن تصبح أبا وأنت زوجة قبل أن تتحولي لأم فإن كنا لا نشعر بالسعادة فلسنا دائما مدفوعين ببطر النعمة فمثلا من لم يرزق أطفال هل كتبت عليه التعاسة؟ وهل الحرمان من الأطفال معناه حرمان دائم من السعادة؟ لذا علينا أن نقيم حياتنا كآباء وأمهات وكأزواج وزوجات والأهم لنا كبشر أن لنا احتياجات ومتطلبات وأحلام وطموحات وهنا يجب أن تنتبه لقوة تأثير كلماتك فكلماتك من الممكن أن تسعد أو تشقي زوجتك وتذكر أنك قد أخذتها من بيت والديها لتحبها وتهتم بها لا أن تشقيها وتتعسها وسعادتكما تعتمد اعتمادا كبيرا على تعاونكما معا ووضع قواعد راسخة لأسرتكما وللأسف فإن كثير من السيدات يتعرضن للاكتئاب أو الأذى النفسي لعدم إحساسهن بالتقدير ولا أظن أبدا أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد شعرت يوما بعدم التقدير فأغدق عليها كلمات الحب والتقدير والثناء وستجدها تغدق عليك هي أيضا الحب والتقدير والثناء فكلمة لطيفة قد تبني بيوتا صروحا وكلمة خبيثة قد تقودها أرضا للأسف في مجتمعاتنا العربية يفهم الكثيرون من الآباء أن دورهم يقتصر على التمويل فقط وتفهم كثير من الأمهات أن دورهن كأمهات قد يغطي على دورهن كزوجات وعلى مسؤوليتهن نحو أنفسهن كبشر ولكن دور الأم في التربية لا يجب أن يمنح الأب إجازة مفتوحة ويعفيه من مسؤوليته ولا يجب أيضا أن يحرم الأب من زوجته وشريكة حياته فمنذ اليوم الأول من حملي عاهدت نفسي على إشراك زوجي في رحلتي فعمدت إلى التحدث إليه في كل ما أشعر به وأرحب بآرائه ومقترحاته وأسئلته حاولت كثيرا أن أذكر نفسي بدوري كزوجة لذا كنت حريصة على وضع القليل من الروج على شفتي وكونسيلر لتغطية هالات السوداء قبل أن يأتي زوجي من الخارج وكنت حريصة على أن أسأله عن يومه وأن أسمع له قبل أن أطلق مدفع الشكاوي الرشاش وأحكي له عن ماتش الكورة الذي كان يلعبه طفلنا داخل بطني كذلك حاولت أن لا أتجاهل نفسي كإنسان لاحظت ذات مرة كيف أن قراءاتي قد اقتصرت على كتب الحمل والولادة والتربية فذهبت يوما إلى المكتبة واشتريت عشرات الكتب والروايات عن موضوعات أخرى حتى أمنح نفسي الوقت في أن أقرأ للمتعة وليس لإعداد نفسي لوظيفة ماما فقط كما حرست على الذهاب إلى الكوفير حتى أعيش ولو لنصف ساعة أو ساعة إحساسا رائعا والجميع حولي يهتمون بي ويدلكون قدماي المتورمتين أؤمن تماما أن استثمار الوقت والجهد في العمل على علاقتنا كأزواج وزوجات مهم جدا لتربية أطفال أسوياء واليوم لربما نركز على تصرفات أولادنا التي قد تدفعنا إلى حافة الجنون ولكن بعد عشرين سنة سنجلس أنا وزوجي نبتسم ونتنفس أنفاسا عميقة ونحيي بعضنا البعض على العمل الرائع الذي قمنا به ونسجد شكرا لله أن رزقنا هذين الطفلين الرائعين ولكننا أيضا سنجلس وحدنا دون أن يشعر أحدنا بالحنق تجاه الآخر يتذكر إساءته أو إهماله بل سنجلس سويا كصديقين وزوجين متحابين لا أقول أن نهمل عملنا أو أصدقاءنا أو أقاربنا ولكن أي نجاح ممكن أن نحققه لا يعدل ذكرياتنا الرائعة عما كان بيننا من علاقة حميمة ومحبة ودائما ما سمعت زوجي يقول لولدينا إن أحسن هدية قدمتها لكم هي حبي لأمكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر